اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدين الكرام اهلا وسهلا فيك نحن هلأ عم نحكي عن العودة معرض بجالوري اكزود وفعلا هو يجسد هذه العودة حضرتك شراكت بكذا معرض عالمي ورجعت الى الربوع اللبنانية من بعد ما رجع رمم المعرض يلي تعرض للأسف بالانفجار الى هاليك اليوم حطنا بالصورة اكتر اليوم عندنا معرض باكزود بالاشرفية هذا المعرض سمني العودة لانه دجاه هي عودة بكل معنى الكلمة دجاه هي الاكزود ضررت بالأحداث الأخيرة بالانفجار المرفق بيروت وعدد ترمم مش من زمان يعني منش شهر ونص تقريبا شهرين تقلص بقى حبيت انا اكون برجعتي من برة كمان كنا عندي معرض باوكرانيا اخر معرض حبينا انه نفتتح كذلك الامر يعني من بعد ما اترمم الاكزود اعمل معرض كمان هونيك عندهم ونسميه العودة وهيضا المعرض بيتضمن ربان لمحة عن كل مراحل الفنية اللي عشتها من اول ما بلشت اول معرض عندي بالتسعة وسبعين لحد ديت هلأ كم لوحة بيتضمن هيدا المعرض ميشو نبيل هيدا هلأ في عنا ثلاثين لوحة وفي عنا أربعة عشر منحوتي ثلاثين لوحة مع اربعة عشر منحوتي هاللوحات بيجسدوا حياة نبيل الفنية الرسمية اذا صح التعبير هيدا صيرة حياتي الفنية من اول ما بلشت لحد ديت هلأ هيدا المعرض بيتضمنها ثلاثين لوحة هني مقصمين للمراحل كلها المرحلة اللي بلشت فيها كانت تجارب اول معرض كان عندي كنت بعدني يعني اذا ما نرش على وراء يعني بعدني صغير كانت تجارب لإليه هو كناية عن عدة طرق ولا عدة يعني الفت بذلك الوقت بالانتباعي والتجريدي والرمزي وعدت اخدت بمراحل حياتي انا قلت رجعت للرمزي بعدين رجعت غيرت وعملت تجارب جديدة على الانتباعي وعلى المناظر الطبيعية واخر معرض كان لي هون قبل ما سافر هو كان معرض رمزي بس ما كان لوحات طلعت اللوحة حررتها من الإطار طبعا حررتها جسدت تمثيل خلات تكون إجرية على الأرض وراسع على السماء عم بتنفس هوا يعني اذا بتلاقيه بتلاقيه كل التمثيل في عندهم هالنوع من الشموخ شو حلو شو حلو يعني الواحد بديع اذا بده يشوف الرسم او اذا بده يشوف النحط خاصة مع فنين مثل حضرتك ميسيو نابيل يعني يتقن الفنين على حدين سوا نحن قدم المخرج حضر لنا الصور رح نلقي عليهم شوي هيكي تباعا يمروا قدامنا ونحكي عنهم وتخبرنا عنهم أكتر وفعلا الصورة الأولى منشوفها وفعلا تخبرنا قديش حضرتك فيت بهذا الفن وقديه ويصار بعمقك هي الفن بيخلق مع الإنسان يعني هايدي أنا أساسا من أول من نعمة أظافري وأنا بمسك الريشي وبشتغل يعني عيشتني بكل مراحل حياتي حتى لو كنت أنا موظف يعني ممكن أخدت بوظيفتي العلم الأرقام بالفايننس ويش يمنونه بس ما أولا مرة تركت الفن على جنب بالعكس مشيوا مع بعضهم بين علاقتي مع الفن وعملي اللي كان هو عملي بيروكراة بكل أنواع بالإدارة الميلية يعني قضيت 35 سنة بالإدارة الميلية بس أولا مرة تركت الفن على جنب بأن هذا كان المنفس لإليه هو يعني النبض الحياة اللي بيعطيني هالإدارة تقدر كفي أنا حياتي لديه مية بالمية نحن عم نشوف الصور تباعا ورسمتك الحلوين يلي عم بيجسده طبعا لوحات تخبرنا عن كل لوحة هذه اللوحة أنا بترك لكل واحد اللي عم بيتلقى عم بيشوف اللوحة يتلقى الرسالة من جواتها يعني هو يكون في عنده تفاعل مثل ما أنا عم بخط من روحي ونفسي بقلب اللوحة بخليه يعمل شيء في communication يعني تواصل بيني وبين المتلقي من وراء اللوحة نعم يعني هذه الأشياء الرمزية يعني بين السلام وبين الرسالة والسفر هذه هذه مراحل حقيقة مراحل الفنية اللي قطعت يعني هون كان في عندي معرض شبابيك وأبواب هذه المرحلة يعني مثل ما عم بلاحظ مسيو نابيل هيك بتحب الألوان الفرحة يعني بكل لوحة في هيك لون فرح في الأحمر في الأورانج مثل ما عم بشوف هيدا مثلا فهو في المدى والضوء عطول يعني بديك تلاقي حالك أنه أنت في انشراح لما عم تطلعي باللوحة ما في شيء أوبستاكل يعني ما في شيء حاجز بينك وبين اللوحة هذا اللي بيصير في عندك من وراها بيصير في عندك نوع تلاقي ولا تواصل بينك وبين اللوحة أو بين الشباح عم بيحس الفنان باللوحة وهيدا اللي بنشتغل علي يعني أنا بنشتغل علي وهيدا هيدا النفسية يعني بتبين من ورا العمل يلي هو موجود دائم هنا مثلا عم نشوف السماء بلون الأزرع الحلو بذات الوقت يمكن قد يعتبر بالنسبة للبعض مبهج كتير وبالنسبة للبعض الآخر فيه هيك لمسة من الحزن إلى أي حد فعلا بتترك مثل ما قبل ما كنت عم تقول قبل بشوية مستونا بيلا المتلقي هو هو يطلع من اللوحة هو شو بيحس وهو شو بده من خلال أحاسيسك الرسم أكيد ما هي هيدا هيدا هو الشغل كله هو للتواصل بين الأشخاص بهيدا الشكل يعني كل إنسان حسب هو الموت تبعيد هو زعلان بتطلع بلوحة بلاقيه غير شي كمان بقى هيدا شي بيرجع للنفسية لكل شخص عم بتطلع باللوحة بس بكون أنا عم بشتغل أكيد مثل ما عم بتطلع يا أهلا حضرتك بتشوفي هالمدى وهالفرح والضو موجودة بكل لوحة نعم فعلا فيه ضو معين وفيه ألوان جميلة تجذب المتلقيه هيدا هون إذا بتشوفي كمان سكولتور نعم إذا خيرت بين النحط والرسم فيه فنان هالقدة متعمق بشغله رسميا ونحطيا بيقدر يختار يعني إذا خيرت أنه يا فن يا الرسم يا النحط بيقدر تختار ولا لأنك فايت هالقدة بعمق بالناس فيه صعوبة بالاختيار هي حسب يعني ما بعرف الوقت اللي بيخلجني شعور وهو الشعور اللي بيخليكي تنفذي العمل اللي أنت موجودة عم تشتغلي عليه يعني هلأ عملت آخر مرات كان نحط إن كان هون وإن كان برات لبنين هلأ عم بحضر لك لحليل مرج يعني شيء بين اتنين بين هلن اللحد اجمعنهم مع بعضهم بس بفيه تواصل أهم شيء يكون فيه تواصل بين اتنين يعني بتلاقي اللوحة متعانقة هي واللوحة وهذا الإحساس اللي أنا بدي وصله إنه اللوحة اللي قدماش قداش بتكون شفافة المنحوطة قداش بتكون قاسة بس بالعكس هي بذات الوقت فيها هالخط الناعم ما بتأزي العين يعني بتطلع فيها قداش بتكون قوية بس بذات الوقت ما بتأزي لك عينك بتحس فيها فيها فراغ وفيها هوا صح يعني ما بتنقز منها بالعكس بتفوت إلى عمقك وهون يمكن بيت القصيد طبعا المعرض هو بجالوري اكسود فتح ابوابه ولا بعد نحنا الافتتاح كان 15 شهر نهار التنين نعم وهلأ بقيين لعشرين الشهر مبدئيا قبل عيد الاستقلال أنا وحيكون فيه تسكير على عيد الاستقلال إن شاء الله نحنا متمنى ليكون عيد استقلال فعلي يعني ومتمنى ليكون استقلال حقيقي يعني حقيقة نعم هيدا العودة من برق إلى لبنان وحضرتك شراكت كمانا كثير بمعارض عالمية وهلأ من بعد ما رجعت زبط الجالوري هيك مثل كأنه فينا نقول نفحة من الحياة جديدة يعني كل واحد عم بيحس فيكن حضرتكم يا لي دايما بتعرضوا بها الجالوري بالتحديد شو أضاف هيدا إلى إلى مسيرة الفنان نبيل يعني شو أضاف إنه من بعد ما صار الانفجار إن شاء الله ما يتكرر وهلأد تضرر الجالوري هلأ فيه إعادة إحياء من أول وجديد وفيه الرسامين والفنانين والنحاتين رجعوا كلهم بدون يعرضوا وفيه هيك إعادة لبس الحياة بصورة أو بأخرى هذا شي كله شو بيعني هذا بدنا نقول نحن بدنا موجودين نحن بدنا رسالة الفن والإبداع والسقافة هي اللي كانت موجودة باللبنان الضلة موجودة يعني ما فيه شي يكسرها ما فيه شي يحددها ما فيه شي يلغيها وهذا الأهم بالنسبة لنا نحن لأنه هذا هذا وجودنا يعني أنا اليوم بس رجعت من هنا رجعت الحياة لألي لما فتح الجالوري وقلت لهم للصبايا تحت والقيمين على الجالوري رجعت للحياة لأنه حقيقة إذا نحن شغلنا شو شغلنا أحساس شغلنا فن وإبداع يعني إذا ما فيه عندنا حدا يتأقلم معنا ولا يكون فيه يتواصل معنا بنحس حالنا أنه نحن منفيين عن العالم وهذا اللي واقع وهذا اللي بدنا وهذا اللي بدنا لللبنان أنه يرجع ينطلق لبرة يعني أنا كنت عمسل لبنان آخر معرض بمتحف كييف التاريخي كنت عمسل لبنان في عني 200 فنان تقسموا على ثلاث مراحل بالكوفيد ناينتين على السبعين سبعين أنا كنت الوحيد اللي كنت عمسل لبنان يعني عم نجرب أنه نحن كمان ننطلق لبرة وكان عم نجرب نحن أنه نعمل تواصل بين برة وبين هون بواسطة السفارات يعني بين حضرة السفير اللبناني بأوكرانيا السيد علي ظاهر وبين السفير الأوكراني بلبنان سيد إيغور أستش أنه نقدر نعمل شيء بين اتنين لا وهذا يعني نحاول نحن نطلع لبرة بها يعني بال اش بدقول بالوجود الحلو ولا أنه نوارد صورة لبنان السقفية والحضرية برة مية بالمية إن شاء الله دايما بتظلوا بها الهمة وبها النشاط وإن شاء الله دايما على إيديكم أنتو الفنانين المحترفين بتظل بيروت الشعع عطاء وعلم وفن وثقافي أهلا وسهلا فيك الفنان ورسام نبيل وهب موفقين إن شاء الله ميرسي ميرسي متأمد تشريف كون أهلا وسهلا فيك إذا الله رات إذا الله رات أهلا وسهلا فيك أزيقاء المشاهدين نحن نروح لبريك صغير ونعود لنتابع بإفقاراتنا اشتركوا في القناة